أحد المشاهدين بعد بيقول لنا أنه اضطر للطلاق لأنه للأسف كانت حماته مسيطرة سيطرة كبيرة جداً وما قدرش يقاوم مع أنه بيحب مراته وكان على استعداد أن هو يكمل معاها وإحنا كمجتمع عايزين نقلل من نسب الطلاق دي أنا هيا دايماً بقول مش المعيار أن الحمات تدخل المعيار تأثر أولادها الزوج أو الزوجة بالتدخل ده وده مهم وبيبن من أول السطر يعني لما أنا لأي مثلاً الحمها هنا هوت ابنها ما بيتكلمش غير ما يبص لعنيها أعرف أنه خلاص أنا أخش كده هوت في نفق مظلم فأخد القرار بالانفصل من أول السطر بنقام الخطوبة لما لاقي مثلاً بيلبس زيها هي بتلبس لبسة قديم وهو بيلبس كمان لبسة قديم جربات تقسيارة كده وبروفل بنقام الاعدادية عشانها كمان لبسها قديم أولد كده فاشون فأعرف أنه متأثر بها جداً تخلي بالي وأفصل من أول السطر ولكن لما لايها هي بتتدخل وهو عنده شخصية أراهن بقى على نجاح العلاقة الأسرية أتمسك بالحب زي ما حضرتك بتقول واشتغل على الحمى إزاي؟ يعني هو مثلاً كان مفروض يعمل إيه من وجهة نظر الشخصية يلاقيها مثلاً تعبانة ما يسيبش أولاده هم اللي يروح بيها للدكتور هو اللي يروح بيها للدكتور هيعمل ألفة وهيعمل حمولة مشاعرة فيه المشاكل الكبيرة بتاعت هتسكنوا كلكم في العمرة دي نعم أروح فين بقى؟ والله دايماً السكن مع الأهل بيبقى فيه مشاكل جمع ده رغبة الأب آه لا المفروض ناخد قوار من أول السطر لما نسكن في بيت واحد عملية صعبة جداً لأن في الأرياف بتبقى كل البيت موجود عند الأب والأم طول النهار بيأكلوا عطبلية واحدة وبيأكلوا أكلة واحدة ما بيصبوش بعد غير ساعة النوم فطبعاً بيبقى فيه انعدام للقصوصية بيبقى فيه شعور بالغيرة ولا سيامة لو عند إخوات ما تجوزوش بيبقى فيه مشاكل نتيجة الاحتكاك بتبقى الزوجة مش لاقي نفسها لللبس والإكسسري والمتياجات واللغة المتدولة مع الزوج ما بتكونش موجودة فطبعاً ده بيبقى فيه خواء في العلاقة الأسرية عشان كده بنقول لو أنت من أول السطر فيه سكن مع الأهل لا قد قرار